الرئيس الأمريكي جو بايدن يجدد في بيان الالتزام الولايات المتحدة بالعمل على عالم خالم من الأسلحة النووية مع استعداد إدارته للتفاوض بشأن إطار يحل محل معاهدة ستارت عندما تنتهي صلاحيتها في عام 2026 تطرق البيان الأمريكي إلى العدوان الروسي على أوكرانيا باعتباره أخل بالسلام في أوروبا محملا موسكو مسؤولية إثبات استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية نتسأل اليوم عن الإطار الجديد الذي قال الرئيس الأمريكيين بلاده مستعد للتفاوض عليه إلى الحد من الأسلحة النووية وماذا بيد الولايات المتحدة للوصول إلى عالم خال من الانتشار النووي وهل ستستجيب موسكو للتفاوض بشأن معاهدة جديدة لستارت؟ تجديد الالتزام الأمريكي بالسير على طريق عالم خال من الأسلحة النووية والتأكيد على أنه لا منتصر في حرب نووية عقيدة عبر عنها الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمن المشاركة الأمريكية في مراجعة وسط عرض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مؤكدا التزام إدارته بإعطاء الأولوية لتقليص دور الأسلحة النووية ضمن الاستراتيجية الأمريكية للأمن القومي خطاب بايدن للمؤتمر لم يخل من رسائل أمريكية مختلفة لعدة دول لعل أبرزها روسيا رسالة واضحة إلى موسكو من واشنطن مفادها استعداد إدارة بايدن للتفاوض وبشكل عاجل على إطار جديد ليحل محل معاهدة ستارت الجديدة عندما تنتهي صلاحيتها عام 2026 شريطة أن تبرهن موسكو فعليا على استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة لسيما والغزو الروسي لأوكرانيا جاء بمثابة الهجوم على المبادئ الأساسية لنظام الدولي بحسب الرئيس الأمريكي باتجاه بكين كانت رسالة أمريكية أخرى بايدن شدد على ضرورة أن تتحمل الصين مسؤوليتها بصفتها دولة حائزة للأسلحة النووية وعضو في مجموعة الدول الخمس المشاركة في المحادثات بشأن المعاهدة الرئيس الأمريكي طالب بكين بضرورة العمل على معالجة الديناميكية العسكرية المزعزعة للاستقرار الاتفاق النووي الإيراني كذلك كان حاضرا في كلمة الرئيس الأمريكي للمؤتمر عبر تأكيد واضح على أن الولايات المتحدة مصممة على أن تقود من خلال الجهود الدبلوماسية وبالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الإقليميين العودة المتبادلة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح النووي يذكر أن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي معاهدة دولية ذات أهمية حاسمة تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة النووية وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتحقيق هدف نزال سلاح النووية أشار وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى أن الولايات المتحدة تحتفظ بترسانتها النووية من أجل رضع أي عضوان نووية عليها أو على الحلفاء شدد خلال كلمته في الأمم المتحدة أمام الدول المشاركة في معاهدة عدم الانتشار للأسلحة النووية إلى أن المخاطر النووية لا تزال كبيرة حول العالم داعيا إلى سلسلة إجراءات لخفضها لا منتصر في أي حرب نووية ولا يجب على أحد أن يخوضها أساسا دعوني أقول هنا أن روسيا مثلا تستخدم منشأة نووية في أوكرانيا ققاعدة عسكرية وهذا أمر خطير جدا كوريا الشمالية على وشك إجراء سابع اختباراتها النووية في حين أن إيران غير قادرة على التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي هذا يضعنا أمام عالم محفوف بالمخاطر النووية ونحن علينا العمل من أجل منع أي كارثة نووية في أوكرانيا وفي أي مكان آخر وهذا هو هدف هذا الاجتماع المخصص لخفض المخاطر النووية والأزمات النووية ونحن نعمل مع كل الدول بما في ذلك الصين لتخفيف المخاطر علينا العمل على منع نزاعات جديدة قد تخلق أزمات نووية ونعمل على صياغة اتفاقيات جديدة لحظر التجارب النووية والولايات المتحدة أثبتت ريادتها في الحد من سباق التسلح النووي للنقاش هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن السفير روبرت هونتر سفير سابق للولايات المتحدة في حلف النيتو كما ينضم إليه من موسكو أليكساندر زاسبيكن الدبلوماسي الروسي السابق مرحبا بكم شكرا جزيلا لتلبية الدعوة أساد روبرت في ظل الظروف الحالية الآن العالم يعيش حرب روسيا أيضا تدخل أوكرانيا ومازالت في أوكرانيا الآن هل هذا هو وقت جيد للتفاوض حول أي شيء يعني العالم مشغول وولايات المتحدة أيضا مشغولة لماذا اختيار هذا التوقيت الآن سعد السفير هذا سؤال جيد وليست لدي إجابة عليه ولكن من الواضح أن التخلص من مخاطر حرب نووية بين القوى الرئيسية يجب أن تكون أولوية بين الدول النووية وبين الجميع أيضا كان مثيرا للاهتمام أن تجديد ما يسمى بنيو ستارت والتي انتهت في العام الماضي أسبوع ونصف قبل غزو روسيا لأوكرانيا القوتان النوويتان الرئيسيتان فهمت أن هذه يجب أن يتم التعامل معها كما هو الحال بالنسبة لباقي العلاقة أيضا هناك أربع سنوات قبل أن تنتهي فعالية المعاهدة وبالتالي هناك تساؤلات حول ما يجب عمله الآن وأيضا إذا أردت أن تنشط المفاوضات يجب أن يرافق ذلك وخاصة مع الخطاب الروسي المعادي والذي ازداد فيما يتعلق بأوكرانيا ولا أعتقد أنه يجب أن نزاوج بين الموضوعين الهدف هو جعل الصين تنضم إلى نوع من المحادثات النووية على المستوى الاستراتيجي والصين حتى الآن كما أشارت لا تريد عمل ذلك مؤتمر مراجعة الاتفاقية أو المعاهدة مهم جدا لألحد من عدد الدول التي يمكن أن تحصل على أسلحة نووية أيضا هذا المؤتمر هو المؤتمر العاشر وفي الواقع المؤتمر الأول قبل 47 عاما في جينيف حضرته زوجتي وبالتالي أنا متعلق بهذا المؤتمر أيضا ما قاله الوزير اليوم هو تعزيز أشكرك أي اتفاق وأيضا التوقيت لم يكن متسرعا سأدعك تفكر في إجابة عن السؤال الذي طرحته لحضرتك أستاذ روبرت بالإشارة إلى الأوضاع الداخلية إن كان لهذا الطرح اليوم جذور داخلية أفكر بالإجابة إذا تكرمت سأنتقل إلى أستاذ زاس بيكين وأعود إليك أستاذ أليكساندر بالفعل أثار أستاذ هانتر نقطة مهمة جدا اليوم أفعال روسيا الآن لربما ما تقوم به روسيا لا يثبت أن لديها نية اليوم بالاستمرار بمعاهدة منع الانتشار أنه الحد من الانتشار نووي في العالم اليوم هل هناك ما يمكن أن تقوله لي أو لنا جميعا أستاذ أليكساندر يمكن أن يثبت أن روسيا لديها النية بالاستمرار بالعمل في المعاهدة لدى نهايتها بالنسبة لهذه المعاهدة فبعت أربع سنوات يعني الآن معاهدة مستمرة وأظن أن الموضوع أوصى بكثير من هذه المعاهدة أمريكا دمرت الشرعية الدولية في مجال الأمن الاستراتيجي فنحن طلبنا روسيا طلبت الأجوبة على المخاوف الروسية في هذا المجال وهذا معروف كمطالب الدمانات الأمنية وبعد ذلك بدأت عملية خاصة عملية أسكرية روسية في أوكرانيا في ضوء الأجوبة السلبية الغربية على المطالب الروسية وأظن أنه من هذه الزاوية كل شيء واضح الروسية قلقة بنسبة للأمن الروسي الغرب يهدد ولا يعترف بحقوق روسية في هذا المجال فهذا الواقع أما ما يحدث الآن هذا التصريح لرئيس بايدن فلا نعرف كل خلفيات لهذا الشيء وأظن في التوقيت هو شيئا بنسبة لإدارة بايدن بنسبة لرئيس بايدن وبنسبة للأمور الأمريكية شيء آخر أنه نتمنى أن ينعاكس هذا التصريح نمو الأصوات في دولة أميقة الأمريكية لإيجاد شيء قاسم المشترع أو شيء بناء في العلاقة مع روسيا أو صين أو هيرو ولكن هذه التمنيات لا أعرف هل صحيحة أو لا أرجوكم أن تساعدوني بتقصير الإجابات إذا تكرروا أنتما ضيفي الكريمة إن بقي فقط ستة دقائق لدي العديد من الأسئلة أستاذ ذا سبكين باختصار هل تعتقد بعد دخول روسيا لأوكرانيا إن كان هناك دولة لديها سلاح نووي وستتخلى عنه كما فعلت أوكرانيا ستقوم بذلك؟ أليس ما قامت به روسيا اليوفي أوكرانيا يشجع تلك الدول التي لديها سلاح نووي على الاحتفاظ به وزيادة مخزونها وتلك التي ليس لديها سلاح نووي السعي للحصول عليه باختصار بالمنطق العام فقط نحن تحدثنا حول سلاح نووي أوكرانيا مليون مرة فالتصريحات اليوم أو أراء اليوم لا تقدم ولا تؤخر شيئا هناك كل دول قادرة على الامتلاك بسلاح نووي تفكر في هذا المجال بغد النظر عن قصة أوكرانيا قصة أوكرانيا تدل فقط على أن النظام الكييف غير مسؤول فتعتبر روسيا أنه هو خطير لأنه لديه نوايا للعوضة إلى السلاح النووي بما في ذلك تفضل السؤال ذاته لحضرتك أستاذ روبرت قبل أن نجيب عن الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة أرجوك باختصار أستاذ روبرت العالم لديه مصلحة في الحد من دور الأسلحة النووية ولا أعتقد أخذين بعين الاعتبار في أوكرانيا أن المزيد من الدول ستحاول الحصول على السلاح النووي هناك الكثير من العوامل الداخلة في الموضوع ولكننا نتفق على أهمية عدم الحديث عن أوكرانيا كناتو أو كدولة في ناتو كان هذا خطأ من جانب الغرب وروسيا في الواقع غزت دولة دات سيادة في عام 2014 و2022 وقد أدى هذا إلى تدمير الأمن العالمي لسنوات هناك شيء آخر يمكن لأمريكا أن تفعله وكما أشرتم وهو أن تعود إلى الاتفاق النووي مع إيران والذي انسحب منه الرئيس ترامب نستطيع أن نفعل هذا اليوم شكرا وأيضا رفع العقوبات ذات الصلة وبالتالي نحصل على المزيد من هذا وانا أسمح لي وقاطع أستاذ روبرت ساعدني في تقصير الإجابات بقي وقت قليل هذا كان السؤال التالي ربما لحضرتك باختصار شديد الأوضاع الداخلية في الولايات المتحدة هي من دفعت الرئيس لأن يطرق باب هذه المعاهدة الآن في هذا التوقيت باختصار أرجوك أعتقد أن هذا يعود إلى اجتماع في الأمم المتحدة وكان عليه أن يقول شيئا ما كنت أتمنى عندما ننظر على معاهدة تأتي بعد معاهدة نيو ستارت وهذا يتطلب عدة سنوات يجب أن يرافق هذا أيضا سلوك روسي جيد لو أردنا أن نتحدث مع طرف لديه حوافز إلا أن لنا مصالح مشتركة مع روسيا نيو ستارت أحدها أستاذ روبرت ثم أيضا موضوع القطب وأيضا باختصار شديد ماذا تريد الولايات المتحدة أن تغير في الاتفاقية ما هو مستوى أو مدى التوسيع الذي تبحث عنه الولايات المتحدة باختصار رجاء الولايات المتحدة تود أن تحصل على مؤشرات من جانب روسيا أنها جادة بشأن منع الانتشار النووي وأعتقد أنها جادة وأيضا علينا أن نفتح الباب لدخول الصين ولكن لا أرى أي اهتمام أو حاجة لحضورها الآن شكرا لك دقيقة ونصف تبقى تفضل أستاذ أليكساندر ما أعلنت عنه روسيا وما تقوم به محاولة تدخل ربما إلى الساحة العسكرية الصواريخ فوق الصوتية هذا كله لا يشجع ولا يبعث بنيات طيبة الآن ما هو المطلوب من روسيا هل روسيا جادة بأن تجلس على طاولة وتبحث هذا النوع من التوسيع أم ترغب بالاستمرار فقط وتجديد المعاهدة من دون توسيعها أنا لا أظن هكذا هناك كما قلت قضية أوسى جندة والعريض بالأمن الاستراتيجي لا خلينا في هذه النقطة في هذه النقطة تحديدا اليوم المعاهدة الموجودة هي مرضية للأمن الاستراتيجي والقوم الروسي لا هذه المعاهدة موجودة تبعي تستمر يعني ترغب روسيا في أن تستمر المعاهدة ولا ترغب بإضافة أي بنود جديدة بعد أربع سنوات نحن ندخل مرحلة أخرى فنحن طلبنا أشياء الكثيرة وليش مثلا الصواريخ الباليستية عبر للكارات ولكن هناك ربما يكون الصواريخ في أوكراني ضد روسيا هذا كل شيء مترابط أصبح لذلك يجب العوضة إلى الحوار الواسع حول الأمور الأمن الاستراتيجي شكرا أشكرك جزيلا أليكساندر رزاس بيكين ديبلوماسي روسي السابق من موسكو وضيفي شكرا لك ومن واشنطن روبرت هونتر سفير الولايات المتحدة السابقة في حلف النيتو أشكركم جزيلا لهذا الحوار الأكاديمي موسيقى